ترجمة نانسي قنقر وخبراء في الهجمات الكيموية واستنفار على كافة الصعود تشهدها واشنطن مع مراسم تسلم بايدن للسلطة لتكشف هذه التطورات عن حذر جدي من حدوث اعمال تؤثر على تتويج الرئيس الجديد وخصوصا ان ترامب ورغم اقراره بالهزيمة الا انه لم يعتبر المعركة انتهت بالنسبة له كل مسيرة ترامب الرئاسية بكفة والاشهر الثلاثة الاخيرة بكفة اخرى لانها تجسد اوضح اشكال الصراع على السلطة في امريكا وتكشف عن ازمة حقيقية على المستوى الشعبي والسياسي فلم يحدث قط ان اقتحم محتجون رمز الديمقراطية الامريكية الكونغرس وحدوث اعمال شغب واعتداء تشبه الى حد كبير ما تعرضه هوليود من افلام سينيمائية ولم تنتهي الازمة الا بتدخل امني حاسم حدث بسيط اظهر الخلل العميق في الديمقراطية الامريكية فكيف لو تطورت الامور اكثر يؤكد مراقبون انه لو تأخر التدخل الامني قليلا لشهدت الولايات المتحدة انقساما مؤسساتيا حادا والطرابات تعم كافة الولايات وتنذر بانهيار متسارع يطيح بمكانة وسمعة اعظم قوة في العالم يدخل بايدن في عهد رئاسي جديد ولما يغلق ملف سلفه ترامب المتهم بعشر جرائم كما تقول صحيفة ميرور البريطانية وهي تهم قد تقوده الى السجن وتفتح ابواب الجحيم على امبراطوريته المالية وذلك لان تركه دون ملاحقة سيعد خطوة سيئة في سجل الادارة الامريكية دونالد ترامب بايامه الاخيرة يعطي درسا للقادمين بعده مفاده ان دخول البيت الابيض اهون بالف مرة من مغادرته ترجمة نانسي قنقر